موسيقى مساء الخير ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج طبعة المشاهد نبدأ لملفاتنا الصحفية وخبر من صحيفة عكاظ حمل عنوان الضربة التالية أشارت فيها إلى أن الولايات المتحدة قررت تكليف الضغوط على نظام بشار الأسد بعد الضربة الصاروخية التي استهدفت قاعدة ومطار الشعرات وفي ذات السياق كتبت صحيفة المدينة تحت عنوان الحصانة انتهت بشار قريبا في المخبة أشارت فيها إلى توالي ردود الأفعال المؤيدة والمطالبة بمزيد من الضربات الأمريكية لمواقع عسكرية في سوريا فيما أشار العديد من المراقبين إلى أن حصانة بشار الأسد وعائلته انتهت وأن حياته قد تكون مهددة بالخطر من قبل الأمريكيين وأخيرا من صحيفة الحياة التي أشارت إلى أن الأوساط الدولية تترقب ما إذا كانت الضربة التي أمر بها الرئيس دونالد ترامب ضد مطار الشعرات ستبقى عملا منفردا أم يمكن أن تتبعها ضربات أخرى ضمن إجراءات إضافية ولمناقشة أبرز من أفاتنا الصحفية لهذا اليوم مرحب بضيفي في السيديو نايف الحربي الصحفي في صحيفة المدينة حياة كلا نايف سعيدين متواجدك معنا اليوم وأنا أكد عليك سعيد بالاستضاقة أيضا ينضم معي من حائل متعب العواد الصحفي في صحيفة عكاب حياة كلا متعب وسعيدين أيضا متواجدك معنا مرحبا سيد سعاد ومرحبا بالزميل وأيضا مشاهدين قنوات الإخبارية السعودية جميل طيب خلينا نبدأ معك مباشرة نايف منذ أمس ونحن في طبعة المشاهد نغطي التغطية الصحفية للضربة الأمريكية حتى اليوم صحفنا لا زالت تتحدث عن هذا الموضوع رأيك في المتابعة الصحفية للضربة الأمريكية حقيقة صحفنا لأول مرة شاهدها صراحة وتفرد عدد من الصفحات سواء الداخلية وحتى الصفحات الأولى وهي تتحدث عن الأزمة تاريخ الأزمة أمامنا إحدى الصحف تتحدث عن تاريخ سبع سنوات من الأزمة السورية أو من الأذى وهي تتحدث عن كل مرحلة تبدأ من 2011 و2012 و13 و14 وكل مرحلة وما فيها من ما حصل للشعب السوري تتحدث عن 12 مليون مشرة تتحدث عن تقريبا مليوني مصاب وقتيل تتحدث عن مدارس أغلقت أكثر من 70% من المدارس في سوريا خارج الخدمة تتحدث كذلك عن عدد القتلى تقريبا يصل تقريبا 500 ألف قتيل يعني نصف مليون سكان سوريا لا يتجاوزون 21 مليون تقريبا أو بحدود هذا أو 19 مليون يعني تصور الآن قتل منهم 500 مليون غير المفقودين منهم يمكن فيه 10 ألاف طفل تتحدث عن قتل يعني 10 ألاف طفل تتحدث عن قتل تقريبا 7 ألاف امرأة تتحدث عن حقيقة يعني دماء سالة وتتحدث عن تعنت النظام السوري رغم كل المنظمات الدولية ورغم كل المنادات ورغم كل الدول العربية يعني تنادي بأن هذا النظام هو نظام قاتل هذا النظام الشعب السوري لا يريد النظام بشار الشعب السوري كل يعني تقريبا يمكن لم يبقى معهم الدمشق وأشخاص بسيطين جدا يعني النظام اليوم أصبح يعني لولا دخول روسيا يمكن انهار النظام السوري يمكن قبل عام كامل من الآن في هناك تقريبا 51 مليشيا إيرانية تقاتل مع النظام السوري كذلك حزب الله وغيره كذلك موجود معهم كذلك وجود 200 مقاتل من هذه الأحزاب إذن حتى المقاتلين هم ليسوا من أبناء الشعب السوري منهم تحدث أنه عندهم هناك من أفغانستان يعني هم تحدث عن جنسيات أخرى حتى أن يمكن أعداد ذكرت يعني كثيرة لكن هذه الأزمة يعني تقريبا يمكن يوجد عندهم 24 ألف جنسية تقاتل في سوريا جنسيات مختلفة بعضها أوروبية لكن يبقى أن صحفنا اليوم بالفعل هي لم تتحدث فقط عن الضربة هي تحدث عن أحداث تحدثت عن سيناريو قادم قرأت في البداية أن ممكن تكون هذه نهاية بشار أن موقعها ومكانه يكون نهاية الحصار وهذا بإذن الله وهذا ما نتمنى حقيقة أن النظام السوري هذا النظام البائد وهذا النظام الذي انتهى وهذا النظام الذي أصبح غير مرغوف فيه كل المراحل التي مرت علينا من 2011 إلى اليوم هي مراحل تؤكد لنا أن الشعب السوري يرفض لكن يبقى أن المعارضة يجب أنها تتحد أن تكون صف واحد كذلك الاستفادة من الضربات الأمريكية يمكن أكثر من تقريبا 59 صاروخ التي أطلقت هذه الصواريخ التي يمكن دمرت نسبة كبيرة من المطار التي تقلع منها عدد من الطائرات ويمكن قتلت في أكثر تقريبا 58 شخص من هجوم بغاز الأعصاب كل هذه هي جعل العالم يقتنع اليوم وعلى فكرة سوريا كانت تبت مرحلة ما يسمى بالحرب المنسية ونعرف أن عندما تدخل سوريا عندما دخل الصومال في ما يسمى بالحرب المنسية كادت أن سوريا أن تدخل في هذه المحلة حيث أن النظام يقوم بقتل وبتشريد دون تدخل أي منظمة دولية في هذا الجانب جميل وضحت الصورة نايف هل يروح المتعب في حال متعب برأيك هل ستزيد هذه الضربات من تحرك المجتمع الدولي تجاه وقف تصرفات نظام الأسد أيضا هل يمكن القول بأن حصانة الأسد قد شارفت على النهاية أستاذ سعد بداية الضربة الأمريكية في أول جانب لها كجانب صحفي أو الجانب أو الصورة الصحفية العسكرية أنا أعتقد أنه كان انتصار للصحافة الناقلة للحرب في سوريا أو ما بعد الكيماوي وشفنا تحرك السيد ترام وأمره في هذا بعيدا عن بشار وقضية بشار السيد ترام الآن في مرحلة استعادة الثقة في منطقة الشرق الأوسط في مرحلة استعادة قطع أو قطع بعض الحكومات التي تمارس أو تحاول أن تخزن بعض الكيماوي في الحروب كانت واضح أنه هناك تنسيق عالي جدا بين الإدارة الأمريكية والإدارة الروسية من خلال الانسحاب من القاعدة هذا جانب ولكن الجانب الأهم في الموضوع أنه سيد ترام الآن استعاد ثقة الإدارة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بعد ما كانت مع السيد أوباما تتراوى شيء أو تتلاشى شيئا فشيء الآن بشار الأسد أو النظام الأسدي الآن أمام موقف صعب جدا لا يمكن أن يتحرك أكثر مما تحرك فيه في مرحلة ماضية الإدارة الأمريكية الآن في عملية إلزام لعودة أو استعادة الدولة السورية للسوريين الجميع فشلنا أو الجميع فشل كمنظومة دولية في عملية الزج بالمعارضة السورية وتحركها إلى الأمام في ظل وجود اختلافات كثيرة في هذه المقاومة أيضا لا ننسى أنه الأذناب الإيرانية والطهرانية الموجودة في الحرب كانت لها أسباب كثيرة ولكن كانت الضربة موجهة لطهران أكثر منها موجهة إلى النظام الأسدي أنا أعتقد أنه المرحلة القادمة ستساعد العملية الآن أصبحت الحرب مكشوفة جدا أو التحرك فيها مكشوف جدا والسياسة هي فن الممكن وفن الممكن دائما يعني من أول نتائجه عملية اطلاق الصواريخ وعملية التنسيق بين الإدارة الأمريكية والإدارة الروسية المجتمع الدولي الآن واضح جدا اتحادهم صفوفهم مع الأطفال السوريين الصورة كانت ملهمة جدا للسيد ترامب في هذا التحرك أنا أعتقد أيضا التنسيق العالي أو دور المملكة العربية السعودية في هذا الجانب كان قوي جدا حاسم جدا للحفاظ على الهوية العربية من الأذناب الفارسية جميل وضحة السورة متعب نايف يعني في عنوان في صحيفة عكاظ يقول الضربة التالية تلوح هل سيكون المشهد المتوقع في الأيام القادمة بأن ستكون هناك ضربة أخرى في رأيك؟ بكل تأكيد الرئيس الأمريكي وعن نعرف أنه رجل أعمال ودائما رجال الأعمال لديهم الجرأة ولديهم حقيقة الأصرار ولديهم التحدي فأنا شايف الرئيس الأمريكي يعني يمكن يصحح ما يسمى بأخطاء أوباما أوباما الملف السوري كان للأسف الشديد بل كان شبه يعني مسكوت عنه يعني ولم يكن تاريخ أمريكا طول السنوات الماضية وكانت دائما تتدخل وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان فيما يتعلق في قضايا الشرق الأوسط فيما يتعلق في الاتفاق بين الدول المملكة تعتبر من الدول الأوائل التي أعلنت الخارجية أن المملكة العربية السعودية كانت بالفعل تنتظر مثل هذه الضربة التي بإذن الله ستشل يعني السوريين أتحدث طبعا عن النظام السوري أو النظام بشار لأن هذه المطارات التي تستخدمها لكن لاحظ أن الرئيس الأمريكي اختار وقت معين وكذلك يعني كان هناك شبه تنسيق ممكن زي ما ذكرنا مع الروس لأن الروس يمكننا الآن لهم عام كامل للأسف زادوا والوضع سوء لكن يمكن أنا أتحدث عن ستة شهور القادمة سيكون هناك وضع الملف السوري مختلف سيكون هناك بالفعل التدقل أعتقدنا لا يكفي ضربة واحدة نحتاج إلى ضربات أكثر نحتاج إلى الدخول في العمق السوري وما نتحدث عن دمشق نتحدث عن اتفاق حقيقي ومعلن بين الروس كذلك وبين الأمريكان كذلك انسحاب على فكرة كان هناك نصيبوا بربكة على فكرة كبيرة الميليشيات الموجودة وكذلك النظام السوري وكذلك النظام نتحدث عن حزب الله وغيرهم أصابتهم هذه الربكة لأنه لكل ما كان يتوقع أن تكون هذه الضربة خاصة أن سمعة الرئيس الأمريكي كان نظرته للدول العربية والدول الإسلامية كانت مختلفة وكان يعني خلال الانتخابات كان حاد بحديثه لكن أعتقد أنه كرجل أعمال كان لديه هذه الجرأة ولديها للأصدار واعتقد أن ملف سوريا في طريقه إلى الحل ونتمنى حقيقة من جميع الدول ونلاحظ كثير حقيقة من الدول أيدت هذه الضربة لأنها تعلم يقينا لن تستطيع لن نستطيع استعادة سوريا وإعادتها للشعب السوري والجهات المسؤولة أو جهات ما نسميها باتحاد السوريين لن تعود إلا بمثل هذه الضربات التي بإذن الله ستكون قاصمة بإذن الله ونهاية النظام السوري جميل وضحة الصورة نايف أعطيك العافية إذن نغلق هذا الملف وننتقل بكم مشاهدين الكرام إلى ثاني ملفتنا الصحفية مع مشروع صندوق الاستثمارات العامة حيث يلخص المشروع توجهات المملكة وآلية عملها خلال المرحلة المقبلة بإنشاء أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية من نوعها على مستوى العالم وذلك لتعزيز الجوانب الاقتصادية والتنموية داخل المجتمع وإيجاد مصادر جديدة للدخل تفيد الوطن والمواطن إلى جانب توفير العدد كبير من الوظائف الشاغرة لتفاصيل أكثر نتابع ما تناولته الصحافة حول هذا الموضوع ثم نعود إليه واصلت الصحف المحلية إلقاء الضوء على إعلان الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مشروع أكبر مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية في المملكة صحيفة الرياض كتبت عنوانا مشروع صندوق الاستثمارات العامة في القدية يؤسس لترفيه جديد بالمملكة أشارت فيها إلى كشف ولي ولي العهد عن التوجهات الاقتصادية والاستثمارية للمملكة في المرحلة المقبلة ويؤكد رغبتها الأكيدة في استثمار الإمكانات والمقدرات الطبيعية المتاحة فيما كتبت صحيفة عكاذ عنوان القدية مدينة المغامرات الأكبر من نوعها في العالم أشارت فيها إلى أن التقديرات الأولية كشفت عن وصول عدد الوظائف المباشرة والغير مباشرة لمشروع صندوق الاستثمارات العامة في القدية إلى نحو نصف مليون وظيفة في حين توقعت صحيفة الوطن أن تدخل الرياض قائمة أفضل مئة مدينة للعيش على مستوى العالم حيث أكد تيئة الترفيه على أن المدينة المنتظرة ستخدم كافة شرائح المجتمع وتجد بدائلا ترفيهية محلية تتوافق مع العادات والقيم وبدورها وضعت صحيفة المدينة عنوانا القدية مركز عالمي للاستثمار وجذب رؤوس الأموال تناولت فيها أشاد أعضاء مجلس الشورى والاقتصاديون بمشروع القدية حيث توقعوا أن تكون تلك المنطقة هي عاصمة الترفيه المستقبلية أما صحيفة الاقتصادية فكتبت عنوان القدية الريادة في المشاريع النوعية تناولت فيها توقعات المستثمرون والمتخصصون في قطاع السياحة بأن يحقق مشروع القدية عائدا استثماريا كبيرا فضلا عن استقطاب استثمارات محلية وأجنبية ضخمة من أطراف حفة العالم السعودية تدخل عالم الترفيه بالقدية عنوان احتل الصفحة الأولى لصحيفة الحياة أشارت فيها إلى أن الرياض 2020 وجبة دسمة للمستثمرين في الجانب الترفيهي وأخيرا من صحيفة مكة التي أشارت إلى أن القدية الترفيهية ستكون الأولى من نوعها في العالم إذن مشاهدنا الكرام كانت هذه جولة سريعة على أبرز ما جاء في صحفتنا المحلية عن هذا المشروع الترفيهي الجبار نايف كيف شفت متابعة الصحف لمشروع صندوق الاستثمارات العامة والذي يؤسس لترفيه جديد بشكل جديد بشكل مختلف ليس كما تعودنا على الترفيه التقليدي في الفترات السابقة في المملكة نعم أولا يعني إحنا في السابق كانت ترفيه عندنا للأسف تقليدي وكان الكل ينفر حقيقة مما لدينا ملاهية أشياء بسيطة للأسف استثماراتنا كانت رجال عمال يقومون فيها لكن اليوم يقوم فيها صندوق الاستثمارات العامة تقريبا المشروع ذلك يكلف 30 مليار مشروع ليس تتبناها الدولة عن طريق الاستثمارات العامة لكن من نهاية تقريرك أعجبتني كلمة نهاية العالم هناك منطقة في العيينة تسمى نهاية العالم كثير من يأتون للمملكة العربية السعودية ذهبون لمنطقة العيينة وهي نفسها المنطقة قريبة من الزدية كما يقال أو تحيط بالنفس المنطقة هذه نهاية العالم الكلي أحد الكتاب أعتقد قبل ثلاثة عقود ألف كتابا عن نهاية العالم ووجدها هنا في المملكة العربية السعودية فالمنطقة هذه منطقة سياحية ومنطقة ممكن تستثمر وأنا عندما سمعت الخبر صراحة تذكرت تقرير سبق أني كتبت في جريدة المدينة عن نهاية العالم قبل أربع وخمس سنوات وتسألت لماذا لا يتم الاستثمار في هذا المكان اليوم نجد هذا المشروع العملاق وهذا المشروع الكبير الذي سيعيد لنا لو بعض من المبالغ يعني لو تحدثنا تقريبا السعودين يعني تقريبا 75 مليار ريال يعني سياحة السعودين في الداخل وفي الخارج في الداخل تقريبا 28 مليار وفي الخارج 47 مليار يعني حنا لو استطعنا أن نعيد 47 مليار السعوديين الذين يذهبون للخارج ويقضون يعني في سياحات قد تكون قريبة يعني نتلاحظ بعضهم يقضون السياحة في مناطق قريبة من المملكة العربية السعودية وبنفس الأجواب وبنفس البحر وبنفس الجبال وبنفس التضاريس وفي النهاية حنا أحوج أبناءنا يحتاجون إلى مثل هذا الموقع أن يكون موقع سياحي وليس فقط موقع سياحي هو موقع ثقافي هو موقع ترفيه هو كذلك إيجاد وظائف اليوم البطالة وصلت عندنا 12% اليوم عندنا 917 ألف سعودي يبحثون عن عمل إذا لم تكن عندنا مثل هذه المشاريع العملاقة التي فيها الترفية وفيها الثقافة وفيها المعرفة وفيها كذلك التوظيف لأننا نحتاج توليد تقريبا 250 ألف وظيفة سنويا إذا نحتاج هذا مشروع في الرياض فقط نحتاج مشاريع أخرى ترى عندنا تقريبا ألف جزيرة لازلت بكر وأنا أنادي هنا من هذا المكان ومن هذا البرنامج أن تستثمر هذه الجزر ألف جزيرة عندك بكر لجب أن تقيم فيها مدن ترفيهية ومدن ثقافية ونستفيد عندنا سفوح الجبال هذه ونهاية العالم وأنا كنت تمنيت أن أعطي يعني جبنا بعض المعلومات عن نهاية العالم وكيف أنه يعني كثير من السياح يأتون للمملكة أول ما يسأل يقول وين نهاية العالم نهاية العالم يمكن 60 كيلو و40 كيلو مكان سياحي مكان سياحي جميل لذلك أن يكون فيه ثقافة وأن يكون فيه حقيقة ترفيه وأن تكون فيها الإسراء وأن تدفع أموالك داخل وطنك يعني 75 مليار ترى ما هي ببسيطة تذهب سنوية يعني الآن لنا 30 سنة الآن ويمكن لاحظنا في 10 سنوات الأخيرة يمكن تقريبا 90% من السعودين يقضون إجازاتهم خارج المملكة رغم لو أننا قارنناها في أمريكا عدد سكان أمريكا 300 مليون يقول لك 10% فقط من الأمريكان ذهبوا خارج أمريكا إذن 90% من الأمريكان يقضون إجازاتهم أو داخل أمريكا لذلك نتمنى حقيقة أن نرى هذا المشروع إن شاء الله قريبا بإذن الله بإذن الله طيب أروح المتعب في حال المتعب يعني ما مدى أهمية إنشاء أكبر مدينة ترفيهية في العالم في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتوفير أيضا الوظائف وما هي تقديراتك الأولوية الأولية لحجم الاستثمارات المطلوبة الحجم الاستثمارات المطلوبة لا يمكن أن تقدر السيد سعد الفترة هذه حتى نعرف الأنظمة الموجودة داخل هذه المدينة الكبيرة الضخمة لا يمكن أيضا أنك تستعرض فيها أرقام مالية حتى نعرف الخيارات الموجودة لا ننسى أن هناك دبي تشكل منافس رئيسي في هذا المكون الكبير أو في نفس منطقة الشرق الأوسط المشروع ضخم جدا أنا أعتقد أنه التنوع مصادر الدخل ودخول صندوق الاستثمارات العامة خطوة نحو الأمام ولكن يجب أن تكون هي خطوة تنفيذية الرياض تستحق الفرح وتستحق أن تعيش فرح الرياض من سنوات طويلة وهي في على فكرة هذا المشروع ليس فقط لسكان الرياض بل لسكان المملكة لا الرياض تستحق أو سكان المملكة لا يمكن ستساعد أن تجيب لك واحد من محافظة أو من قرية يصرف بهذه المدينة هي المشروع ضخم جدا للسياح الموجودين في منطقة الشرق الأوسط للسياح الموجودين ما بعد الحج والعمرة للسياح الموجودين لزيارات الجزر مثلا نتفضل فيها الزميل نايف المشروع يجب أن يستهدف ناس الدخل يتفاوت حتى يعني صدوق الاستثمارات العامة لا يمكن أن يدخل في مشروع ضخم بهذه الضخامة إلا أن هناك جدوى اقتصادية دقيقة في هذه الجانب مدينة مغامرات كبيرة ربما تكون مدينة أيضا لإنتاج الأفلام الأفلام العلامية الثقافية أيضا إنتاج للشركات الكبرى الموجودة في الولايات المتحدة الموجودة في بريطانيا الموجودة أيضا في فرنسا المدينة ستكون استثمارية بشكل كامل ولكن صدوق الاستثمارات العامة عرف أين الموقع الاستراتيجي لهذه المدينة الرياض على مستوى الأهالي أو مستوى بالعكس ستسعد الرياض من سنوات طويلة هي أهالي الرياض هم من يقودون السياحة في دبي في المناطق في أوروبا يعني ما فيه يعني لو رجعنا للأرقام أهالي الرياض هم المتواجدين في أوروبا وهم المتواجدين في موضحة الصورة بس التقريفة يمقول التقريفة 30 مليار تقريفة المشروع ترى المشروع يعني موضح يعني بيكلف تقريبا 30 مليار وهذا شيء جيد ترى على فكرة حتى ترى فيك ما يسمى في سياحة الكهوف اللي هي اللي يسمونها المغامرات ترى المملكة عنده لا تقدر تقارنها حتى في دبي دبي هي منطقة بحر فقط ما في غيرها ما عندهم زي الكهوف الموجودة عندنا ما عندهم زي التضاريس الموجودة عندنا ترى عندنا أماكن يمكن حلنا السعودية ما نعرفها لكنها موجودة لو السيد فهد سيد نايف عفوا سيد نايف نتكلأ سيد نايف الآن المواطن السعودي عشان نكون صريحين وصادقين ونحن وإعلاميين المواطن السعودي الآن ينتظر أن تكون الخطوات تنفيذية كل خطوة أمامنا يجب أن يسبقها تنفيذ يسبقها عمل يسبقها مشاهدة في العين المجردة لأنه من قبل الرؤية السعودية كنا نسمع في أرقام نسمع في مشاريع ولكن كانت هي مجرد أحبار وتنتهي مشروع ذواقع خلاص الآن تقريباً 2021 تقريباً أو 22 هو خلاص المشروع لأنه يحتاج إلى وقت حتى ينشأ مشروع بـ 30 مليار في منطقة موجودة كهذه أعتقد مخططاتها الآن يعمل على إن شاء الله صدقني أمتعب هذا المشروع نقلة نوعية نقلة نوعية بحاجة إلى مثل نوعية هذه المشروع ترى هو ليس مشروع فقط ترفيه هو سيكون له مردود على الجانب الثقافي الجانب الرياضي حتى موضوع توفير عدد كبير من الوظائف سيكون له مردود على الاقتصاد المحلي بشكل كبير ستسعد لهذا أن هناك نفط من مجلس التنمية والاقتصاد للأمانة للترهل الموجود خاصة الموجود في المرحلة التنموية السابقة الآن المطلوب المرحلة القادمة أن الجميع يقف أو نعيد تنوع مصادرنا بهذه الصورة بهذه الرؤية الجميلة أستاذ متعب المفروض أن نفكر للأمام أنا دائما إذا فكرنا للخلف خلنا ننسى الماضي خلنا نتحدث للأمام الآن رؤية المملكة 20-30 هي رؤية لها تقريبا على 15 سنة القادمة بإذن الله سيكون هناك دخل اقتصادي قوي يعني فيه الجانب الترفيه أخذ جزء كبير منه لاحظ على فكرة ما هو بس الجانب الترفيه حتى جوانب كثيرة ستكون لها في الرؤية لكن حين اليوم نتكلم عن مشروع واحد فقط ولاحظ أنه تم استثمار منطقة كانت منسية تماما نعم ترى على فكرة وادي حنيفة برضه فيه مشروع أكبر من هذا مشروع كبير برضه موجود بوادي حنيفة الآن تم كلنا يتذكر المشروع الذي تحدث عنه سمو ولي ولي عهد عندما تحدث عن مشروع شركة عملاقة في جانب الترفيه ستقوم ببناء مشروع متكامل على وادي حنيفة وعندنا مشاريع في الطائف وعندنا مشاريع في حائل وحائل على فكرة ترى منطقة جاذبة ويمكن الآن فيها الرالي حائل وغيرها من المستمتعين في الرالي الحائل استاذ نايف رالي حائل خلال الأربع سنوات الماضية لم يدخل 2017 بلغت دخل بس لدور الإيواء خلال أربع أيام أكثر من 459 مليون أرقام هائلة جدا توظيف وصل إلى أكثر من 600 وظيفة وقتية التنوع مصادر الدخل شيء جميل لكن الأجمل أن دائما أن نسير إلى الأمام يعني لو راجعنا ملفاتنا السابقة حنا نخطو الآن خطوات جميلة جدا سدنايف نحو تنوع مصادر الدخل وتنوع مصادر الدخل يجب أن تكون جنبا إلى جنب إلى تنوع عقولنا تفكيرنا طرق الاقتصاد المعرفي الموجود لدينا أتكلم نايف أن هناك سعوديين مبدعين موجودين وأعتقد أنه الأمير أو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان قادر سموه أو قبل هذا التحدي وقادر أن يعيد لنا المملكة الجديدة بروح شبابها بروح عصريتها بروح أيضا فتياتها سنكون إن شاء الله أمام مرحلة أخرى ولكن الجميع إن شاء الله نتكاتف وننسى الماضي وننسى كل الترهولات السابقة ولكن الجميع متفائل في مرحلة أكثر تنمويا أكثر إنجاز أكثر أيضا اقتصاد شميل الماضي هو امتداد للحاضر يا متعب متعب العواد الصحبي في صحيفة عكاظ شكرا لك يا متعب شكرا لك حديد كذلك الشكر لنايف الحربي والصحبي في صحيفة المدينة شكرا لك نايف مستمتوا في النقاش بينكم متعب أنا أصبحت مشاهد شكرا شكرا للمشاهدين الآن مشاهدين الكرام نترككم مع مجموعة من الصور ثم نعود إليكم نقطة النهاية في طبعة المشاهد غدا في نفس الموعد لنا لقاء أمرا لكم شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة